بسم الله وصلاة والسلام على أشرف المرسلين كنحي جميع المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة صفخ المغربي ووصفة اليوم خرافية وأكثر من رائعة فطائر مورقين بزف بزف هشاش بعجين أحسن مليون مرة من ورقة البسطيلة وبحشوة سهلة اقتصادية معلكة ولديدة كثحمق تابعوا الفيديو للأخير باشتعرفوا على المقادير وكذلك باقي مراحل التحضير وبسم الله على بركة الله أول خطوة سنقوم بها سنحضر العجين سنحتاج له 750 جرام من دقيق الأبيض نوعية جيدة ما يعادل 3 ديس دلافات أو 7 كؤوس ونصف من كؤوس العنبة سنضيف كذلك الملح سنضيف ملعقة صغيرة من سكر حبيبات لكي تحصلوا على اللون ذهبي للفطائر سنضيف ملعقة صغيرة من الخميرة حبيبات ولكن الجو ساخن سنضيف نصف ملعقة فقط ثم سنضيف ملعقة كبيرة من بودرة الحليب ونجمع الخليط جيدا بالماء الدافئ أو للماء الفاتر اللي سنضيفه فيه بالتدريج حتى تحصلوا على عجين اللي كيكون على هات الشكل كان دلكوه دلك خفيفة فقط في الإناء بنسبة القوام ديال العجين ضرور يكون على هات الشكل ما يكونش صلب نخليه واحد شي شوية مطاطي يكون خفيف باش كي يجونا هاد الفطائر أهشاش أزوينين سنضحنه قليلا بالزيت النباتي ونضعه في واحد البلاستيك سنغلق عليه ونجعله يرتاح الوقت اللي سنحضره فيه الحشوة في مقلات فوق النار سنضع واحد الكيميا مناسبة من الزيت النباتي ونضيف ملعقة صغيرة من الزبدة سنضع الزبدة جيدا في هذا الزيت ثم سنضيف البصل اللي اقطعناها على هات الشكل استعملت بصلة كبيرة مفرومة بنسبة النار سنجعلها منخفضة ونجعل البصل لحسا كي ياخد لي اللون الذهبي وتكيطيب ليه تماما وكيصبح ليه على هات الشكل من بعد سنضيف صدر الدجاج اللي سنقطعه قطع صغيرة جدا باش كيطيب لنا بسرعة ما ياخدش معنا واحد الوقت طويل سنضعه جيدا في المقلات ثم سنضيف طوم المبشور هنا استعملت جوج فصوص من طوم مبشور سنستعمل الملح دائما على حسب الطوق كذلك لدينا الفلفل الأسود سنستعمل كذلك الزنجبيل وعندي كذلك الكوركم سنستعمل سنستعمل مكونات جيدا بالنسبة للنار سنجعلها منخفضة جدا وبنسبة للدجاج فهو لا سنستعمل ياخد معنا واحد الوقت طويل لانا نقطعنا قطع صغيرة جدا وبالتالي سيطيب و لا سنحتاجه نهائيا ننضيف الماء بالنسبة للتوابل لا نكترهم سنستعمل الدجاج سنستعمل كمية مناسبة من القزبر والبقدونس سنستعمل قليلا فقط ثم سنستعمل ثلاثة متلتات من الجبن وسنستعمل كمية اختيارية من الجبن المبشور وهذا الإضافة تعطيه رائعة جدا لهذا الحشوة سنستعمل هذه المكونات جيدا مع بعض قطع الدجاج سنستعمل من خفضة في هذه الأثناء سنضيف الشعرية الصينية لنقعناها مسبقا في ماء مغلي وهذا الماء المغلي ضروري خاصة يكون مملح لكي لا تأتيش شعرية باسلة و في هذه الأثناء نضيف على النار من خلط هذه المكونات جيدا حتى ينسجموا مع بعض نزول المقلات و نحتاجه بالحشوة جانبا من بعد نأخذ العجين حتى يرتاح و يصبح لنا على هذا الشكل كيف لا تلاحظوا يصبح مطاطي و سهل جدا أننا نتعاملوا معه وهذا العجين يجي رائع جدا فهذا الفطائر كنصحكم بقوة أنكم تجربوه من بعد سنقطع العجين إلى قطع اللي كسبقة اختيارية أنا سنقطعهم إلى تسع قطع وهذا القطع تحصلت بهم على فطائر للحجم ديلهم كبير كيف ما ستلاحظوا في أخير الفيديو من بعد سنلولبهم أو سنكوروهم و سنوضعهم في حص الصينية اللي دهنتها مسبقا بالزيت و هاد الكرة كلهم سندهنوهم جيدا بالزيت سنغطيهم بواحد البلاستيك سنجعلهم يرتاحوا فقط 5 دقائق طبعا الحال ممكن أنكم تخدموا بهم مباشرة من بعد 5 دقائق سندهن جيدا سطح العمل بالزيت النباتي سنأخذوا أول كرة و سنمددوها جيدا قد ما مددنا هاد العجين جيدا كانت تحصلوا على فطائر اللي كيجيرونا مورقين بزيف و هادوك الوراق كيجيو رقاقين و واضحين و الفطائر كيف ما غدي تلاحظوا كيجيو مفروقين و هادوك الأوراق كلهم بينين كنبقا كنمدد من الوسط و أنا ماشية للجوانب وهنا ما ننساوش الجوانب حيث هما نرققوهم مزيان مزيان كيف ما كتلاحظوا ضروري سطح العمل كيصبح ظاهر من خلال العجين من بعد غدي ناخدو الزبدة اللي كندوبوها مسبقا كندهن بها جيدا هاد العجين و كنطوي كنحاول نساوي الجوانب و مع كل اللفة كندهن بالزبدة هنا يغندهن بالزبدة و غدي نلف للمرة الثانية و غدي ندهن ثاني بالزبدة و غدي نلف للمرة الثالثة دائما نقاددو الجوانب باش اللفات كي يجيونا متساويين من بعد غدي ناخد هاد الشارط و غدي نقلبو غدي نحاول انني نمددو قليلا ثم غدي نوضع كدلك الزبدة للمرة الأخيرة و غدي نذهن جيدا هاد الشارط و غدي نطويو على هاد الشكل و بنفس طريقة غدي نكمل الكمية كلها اللي عندي ديال هاد العاجين من بعد كن ناخدو اول مربع اللي حضرناه و كن نمددوه بصمك اللي كي يكون متوسط ضروري الصمك نخليوه متوسط و نرققوهمش بزاف باش كي يبقوا هادوك الأوراق واضحين اللي كي يطيبو لنا هاد الفطائر و كيتتورقوه يبقوا هادوك الأوراق و واضحين و ما يجيوناش مدقصين غدي نمدد جيدا و حس الصمك ما قلت لي كيبقى متوسط و نركزوه جيدا على الجوانب من بعد غدي نوضعو الحشواء في الوسط صافي و غدي نغلقو على الجوانب بكل بساطة نحاولو انا من يكونو كنغلقو ما نضغطوش باستفعل العاجين باش هادوك طريق اللي درناه ما نفقدوهش من بعد ما يسانش ماشي مشكل الى ما تتغلقتش لنا العاجين لانو الحشواء ما غديش تورج نهائيا المهم غير كنجمعوه قليلا فقط صافي و كدتصبح لنا الفطيرة على هاد الشكل غدي نكمل باقي الكراز و غدي نوضعوه في الصينية لكدخل الفرن من بعد غدي نضغط عليهم قليلا فقط باش كنعطيهم واحد شكل جميل ما نخليهم شبح لها كدك بومبي ثم من بعد غدي نخضو بيضاء غدي نضيف لها القليل من الخل و غدي ندهنهم جيدا ندهنهم السطح ديالهم و كدلك الجوانب غدي نزينهم بالقليل من الجبن المبشور و غدي نزينهم كدلك بالزعتر و هاد الاضافة كتعطيهم واحد المدق رائع جدا فدل اثناء الفرن كيكون ساخن غندخلوهم على درجة حرارة لكتكون ما بين المنخفضة والمتوسطة حتى كيتبو على خاطرهم و كيصبحوا لنا على هاد الشكل كيش ما كتلاحظوا كيجيوا ولا ارواع مورقين بزاف بزاف والدادين هديك الحشوة و هادك الجبل اللي دفناه لهم اعطاتهم واحد تعليقة رائعة و كيف ما كتلاحظوا الوراق راه كلهم مفرزين و بينين كنتمنى انا الوصفة للاعجابكم جربوها خليوا لي اراءكم في التعليق و انتلقوا ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفة جديدة الى اللقاء اشتركوا في القناة